اشتركوا في القناة أحمده سبحانه وهو المحمود على كل حال هو في كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكبرياء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله الصادق المقال اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير صحبٍ وآل وسلِّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق توقاته وسارعوا إلى مغفرته ورضوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا نعم يا عباد الله اتقوا الله حق توقاته سارعوا إلى مغفرته ورضوانه أجيبوا داعيه إلى دار جنته وكرامته لا تغرنكم الحياة الدنيا بما فيها من زهرة العيش ولذاته فقد قروا بالرحيل وذهب بساعات العمر وأوقاته ألا وإن المؤمن يا عباد الله بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليأخذ نعمتم يا عباد الله من نفسه لنفسه ومن صحته لمرضه ومن حياته لموته ومن غناه ومن غناه لفقله فوالله ما بعد الموت من مستعتق وما بعد الموت وما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار إلا الجنة أو النار وقد ثبت عن الصادق المسلوق صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيِّس الكيِّس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا جعلنا الله وواددين منهم أيها المؤمنون نستمع في من بري الجمعة كل مرة اتقوا الله فهل عرفنا فهل عرفنا ما هي التقوى نعم يا عباد الله اعلموا واعرفوا ما دلت عليه هذه الكلمة من حقيقة ومعنى وتفطنوا لتفاصيل ذلك على القلوب والأعظام وتدبروا كتاب الله واعرفوا ما فيه من العلم والهدى وعالجوا به أمراض القلوب فهو والله الدواء فهو والله الدواء النافع والشفاء وهو السبب الأعظم في حصول السعادة والسيادة في الأولى والآخرة فمن تركه من جبال قصره الله ومن ابتغى الهدى من غيره أظله الله ومن أعرض عنه استحوذ عليه الشيطان وتولاه فهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم قال جندب بن عبد الله عليكم بالقرآن فإنه نور بالليل وهدى بالنهار فأعملوا به علام فأعملوا به يا عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حجرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة أستغفروه وتوبوا إليه إنه هو أهل التقوى وأهل المغفر أستغفروه وتوبوا الله أستغفروه الحمد لله على إحسانه وتوفيقه سبحانه وتعالى عما يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون له الأسماء الحسنى والصفات العلا وصلاةً وسلامًا على المبعوث رحمةً للبشرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فيا عباد الله فاجعلوا تقوى الله قرينتكم في أعمالكم وفي قيامكم وقعودكم جعلنا الله وإياكم من العباده المتقين هذا وصلوا وسلموا على النبي الكريم كما أمركم بذلك المولى الكريم فقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على حبيبك ونبيك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين العلمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم وأعز جُندك يا رب العالمين اللهم انصر المرابطين على الحدود والثغور اللهم انصر جنودنا يا رب العالمين اللهم انصرهم وقوي عزائمهم اللهم انصرهم وقوي عزائمهم اللهم اشف مريضهم وتقبل شهيدهم يا رب العالمين اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ارفع ما حلَّ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم واللهم ارفع ما حل بها من ذل اللهم يا رب العالمين اللهم وانصرها بحاكمنا خادم الحرمين اللهم واجمع به كلمة المسلمين على الحق والتقوى إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة